أعلنت وزارة البترول أن أنشطة البحث والاستكشاف بالبحر الأحمر قد شهدت تطورات مهمة خلال السنوات القليلة الماضية حيث تم طرح أول مزايدة عالمية للبحث عن البترول والغاز في تلك المنطقة أكد وزير البترول طارق الملا أن أعمال المسح السيزامي ثلاثي الأبعاد على مساحة 6700 كم مربع في البحر الأحمر قد أوشكت على الانتهاء الأمر الذي يتيح القيام بأعمال البحث والاستكشاف جاء ذلك خلال افتتاح النسخة الثانية من ورشة عمل مستقبل استكشاف البترول والغاز في البحر الأحمر والتي نظمتها شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول بمدينة الغردقة بحضور 115 خبيرا من 36 شركة عالمية